موسيقى اوه هنعمل ايه النهاردة احنا هنزم ان احنا نسيب البيت تروري اوه انا سمعت برضو الموضوع ده طيب خلاص ايه ده احنا نسيب البيت النهاردة اوه احنا هنعزل وهنروح بيت كديد عشان كده لازم نكون لكم تحضروا حاجاتكم عشان احنا هنسيب البيت يو نهاري هنسيب البيت هنسيبه ازاي مش عارفة خالص طيب احنا جمعنا كل الحاجة اهي وانت جمعت كل حاجاتكم صح اوه خلاص احنا جمعناها كلها هنضرب ان احنا نروح عند عائلة الضيور عشان خاطر نقعد معهم شوية لحد ما نعزل ونروح لبيت الجديد ايه ده نروح عند عائلة الضيور بس ده بيتهم صغير جدا احنا عبيتنا اوسع منهم بكتير معلش هنقعد بس عندهم كم يوم لحد ما نروح للفيلة الجديدة بتاعتنا ونعيش فيها على طول وهيكون اوسع من دي كمان بكتير طيب ماشي لو على كم يوم مفيش مشكلة نروح لبيت عائلة الضيور خلاص وكي مستعدين يولا باعي الشباب عشان نروح لبيت الجديد ماشي انا حضرت كل حكتي وكل حكتي بعيد لحزة خلاص انا جيت اهو برا لو في ايش هنا طب حاجة نقلها العربية مفيش اي مشكلة طيب موك حيك بس تنيل معنا الحاجة اوكي ماشي مفيش اي مشكلة طيب يلا تعالى بقى نركب كلنا مش خطر نروح عند عائلة الضيور نطع ندم شوية والعربية كانت نحط فيها كل البضاعة بتاعتنا ايه ده طب الكافي ميكور بتاعتي عايزة ان انا خدعة معيه مش هدرس عالصباح من غير مشرب كافي وانا مش هدر اخد لعبي ايه الحائلة الاغنية دول اللي احنا روحنا لهم اللي اعرفونا كل حاجة جاية من سويسرة ومن فرنسا جايل لنا البيت لا يا موم احنا مش يفعنا نستقبلهم لا معليش شعيب كده اولاد دول مزنوين الوقت بس عندنا كم يوم بعد كده يمشوا على طول لا ادول بيعدوا التنكو علينا ويعدوا لنا احنا معانا كام واجبنا كام وروحنا فين وسفرنا فين واجبنا ده بالشيء الفلاني بنت ولا دعيب كده مفروض دول الناس في مشكلة لازم نحن نقف معهم حتى اما لو كانوا وحشين شطورة يا كلاودي يا برافو عليكي بتعرف انت تريمي لعيال حاجات حلوة قوي لازم فعلا يكونوا فاهمينها بس يا بابا ده فعلا ابنه ده لما جيه احادي رخم عليها في الوقت ويقول لي قلتك صغيرة ومس صغيرة وحاجات كده اوه وانا في واحد جاعد يقول لي طالعي ارنب ده برا بيعمل ريحة وحشة انا مش فاهمة انا هو ميلو اصلا الارنب ده بيعمل ايه ريحة وحشة ريحة حلوة دي حاجة بتاعتي اه وانا برضو الولد الصغنون ده جاعد يلخم علي ويقول لي انتي لبسة لبسة مش ماركة معلش يا اولاد انا عايزي كون انت تستحملهم الفترة دي عشان ما مش لقيهم مكان يعودوا فيه بعد كده هيمشوا ويروح البيت بتاعهم الجديد طيب خلاص لو على كده يا ماما اوكي ما فيش مشكلة بس بكد يعني حاولوا تشوفي حل معاهم طيب خلاص اوكي احاولوا تشوف حل معاهم ما تيلوش بس عايزة كون انتو ترتبوا قواتكو وهم جوموا هم اهلا وسهلا اهلا وسهلا عنستو نوارتو تفضلوا تفضلوا خلاص اوكي شكرا ان احنا دخلين اهو اوه ايه ده ايه ده البيت بتاعك ريحتك انها طبيق خلاص مش لسه عامل اكل ولا ايه اوه مالش كنت بغدي العيال وعملالهم بيت وكده ايه ده يا بتغدوا بيت احنا عندنا بنكل كوروانسان باتي اوه ما انا عارفة يا حبيبتي كل الحاجات الفضيع دي كلها اوه مش قلتلك اهلا لوسائل ان اهلا لوسائل اهلا لوسائل اهلا لستو نوارتو. يا تاري انت عندك بقى شوائد باربيكيو شو نقدر ان احنا نشوي عايتين احنا ناكل اه لاكل الباربيكيو اللي احنا جايبينه معنا. اه 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 عندي طبعا عندي حاجات كتير اوية تعجبك اوي. طيب اوكي. اهلا اهلا ازايكم عاملين ايه? تعالوا تفضلوا معنا بقى فوفل قوت بتاعتنا. اه اهلا بيك. تعالوا تقدر تقعد معي في القودة. وانت كمان تقدر تيجي تقعد معي في القودة بتاعتي ان قوتي كبيرة ممكن تاخدنا انا وانت. طيب. ماشي اوكي. يلا نطلع بقى ونشوف المكان عندكم اخباره ايه وعمل ازاي. اه هيعجبكم اوي. يلا يا حبيبي تعال نطلع فوق. انا عارفة ان ان انت ما بتحبش تروحها عند حد جديد. بس نعمل ايه بقى? مضطرين نوعد في البيت الصغير ده? لحد ما نروح ببيتنا جديد. انا مش قادر اصدق اللي هم في قلوب كهتنا مستفزين جدا. ده بدل ما يقول الحمدل ان احنا اصلا مستضفانهم دررخمين اوي اوي اوي. ايه رايك بقى في قطي. اه لا اه هي جميلة يعني. بس اكيد طبعا انت هتنام على مرتبة دي. انا كنت عملها لك انت اساس ان ده دي قطي انا وده نفوض انت لجالي ديف. لا انا مش هادر نعم خلص على الارض. نعم انت على المرتبة دي. وانا هطلع انام بقى فوق على السرير من فوق. انا مقدرش انام على المرتبة. طيب هنشوف الموضوع ده لما يجي وقت النوم اوكي. طيب ماشي اوكي. ماما ماما. ده عايز نعم على المرتبة على الارض. ولا تعيب كده. اطلع فوق نعم في اي حتة بقى نشوف الحل ده مع الموضوع ده بعدين. بس يا ماما انا بجد مش مش عايز اطلع نعم على الارض. طاقه دمى هنم في سريري. ما عليش حبيبي النارد هنم في اي حتة. انا منشوف الموضوع ده بقى. يووووو لازم هنشوف هنحل في الموضوع ده. مش ممكن الهال دي مش مترابية خالص. كل واحد يوم عايز ينام عايزة انا على الارض ويطلع نعمهم. انا قدت عايز ان انا انا او يمقد اطلعيني التنايميني فوق. طيب خلاص ماشي تعال نطلع فوق وهباريك حاجات حلوة جدا. طيب قطي فوق اتعجابك كده انا عندي سريرين سرير بتاع العروسة وسرير بتاعي. وانا كمان قطي كبيرة جدا وفي عندي ارنب حلوة اوي. ايه دا يا انا بتقري في كده بالحيوانات. لا مش ينفع ارنب بتاعك ينام معنا. اوه بس معلش هو مفيش مكانتين ينام فيه. لأ برضو انا مش هادر استحمل الارنب والريحة دي. لا 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 لا. صحب جدا خلاص خذي الارنب بتاعك انتي وطلع انتي وهو انام برا. انا مش هادر اصدقها ومضربها. ايه دا? ايه كل الكراكيب اللي في القوضة دي? معلش اصل العربية جات النهاردة ومفيش مكان تبات فيه. فلسم تجيب الحاجة بتاعتنا كلها هنا. اوه. لا لا ما فيش مشكلة بدم هتعودوا يوم واحد وخلاص. مش عارفين الصراحة هنقعد يوم ولا يمين. بس عمد ايه هنمشي على طول. طيب ماشي يا ما نشوف. بيت بتاعي الكركب خالص. انا مش عارفة هنعيش هنا كده ازاي كلنا بالاسرة دي بالحجم ده. ولسه كمان هنطبخ. اوه ده انا حتى مش عارفة اوصل للمطبخ. وفيه كمان كافي ماشين كبيرة جدا انا هعمل بيها ايه كل دي? لا 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 دي فعلا كبيرة قوي قوي قوي. لا بجعلت مش عارفة تصرف. هم هيقيم طبع ياخدوا حاجاتهم ويمشوا لحسن الموضوع كده بقى صعب قوي. اه كوتي بتقولي حاجة يا حبيبتي. لا لا ما بقولش اي حاجة. بقولوا ان انت منورنا. ممم. طيب ماشي اكيد جوزي جاية مش عارفة هو راح فين يجيب بقيت الحاجة تقريبا. انتو لسه قاعدين هنا. ايوة في حاجة? لا تعال انت تعال انت هنقعد فوق عشان نلعب فوق احسن. طيب ماشي اوكي هنطلع وانتو هنطلع واركو على طول. طيب اوكي ماشي مفيش اي مشكلة. ايه ده? بجد بيتهم بوحش جدا ودايق قوي. مش عارفة نقدر ان احنا نستحمل اليوم ده كله ازاي? خلاص يا اولاد هينت احنا هنا بقلنا يومين خلاص هنمشي بكرة. هنمشي بكرة. واو. بجد بس احنا فهنا تعبنا جدا في البيت عندهم هنا. دول البش بتاحهم دايق قوي. قوي المشي ترسد ان انا هينام في اناه على الارض وهو هينام هو على السرير. ايه ده السرير بتاعك مش مريح خالص. ماشي يا عم بقى انام وانت ساكد مش كفية انام انا على الارض? انا مش عارفة انام خالص السرير بتاع الاطفال ده مش قدي. تسرير بتاع عرايس مش بتاع بناقات مين? الله حلو قوي السرير بتاعك ده مريح جدا جدا جدا. يا عمي قد افرد انا نعم عليه وانت اتنام على الارض. حلو قوي السرير بتاع هانا ده. مريح قوي كمال لون وبامبة بس هو دايق شوية. انا مش عارفة نام خلص فانا نايمة على الكنبة هنا وهم نايمين في السرير بتاعي فوق. ده ايه العذاب ده? انا تحبتي جدا جدا النهاردة. ما يرجعوا بقى هم البيت. ايه ده? وزدهس فعلا صغير اويل. الحمد لله ان احنا هنروح بيت تاني اكبر. احسنان اكش هادر الصراحة استحمل العيش في العيشة دي. خلاص بقى يلا خشي نامي وفضل الله هي كم يوم وهنمشي بره البيت ده. يلا بقى نامي عشان عايب كده احنا عدينا عند الناس وهم مستوظفلنا. عشان احنا نتعمل بالاسوب ده خالص. طيب بس انا كنت عايزة انت نشرب كافي في كافي معشين بتاعتي بس ايه مش عارفة اشغالها. يا ستي بقى خش نامي بقرة بنشرب كافي ونعمل كل حاجة نفسينا فيها. طيب خلاص ماشي ما تزوقش عشان خطرك بس يلا قلتش ان احنا ماشيين دلوقتي. ايه 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 احنا ماشيين احنا ماشيين. ايه ده انتو ماشيين بدري كده? انستو نوارتو ولا تحسيونا. وانتو كمان مرسي قوي على كام يوم اللي احنا قدناهم هنا انبساطنا قوي. خباب كانت مرسي قوي شكرا شكرا شكرا. اه شكرا شكرا انستو نوارتو. لا لا العفو على ايه العفو على ايه يلا بقى اه تفضلوا يلا باي باي بقى هتوحشونا جدا جدا جدا. مرسي يا حبابتي قوي وخدي بقى بقى بالكافي ماشيين هباكي اخدها. لا اخديها معكو انت مش هتلمش دراتش الخاطر محدش من الاولاد دي وقعها. انا بكاتة هيطلق عيني دل حط هما ماشيين بيترخيموا علي. اعمل فيهم ايه يا ربي اعمل فيهم ايه? طول فعلا انطلعوا عيني. هي هي هي. ووهو هترجع علينا ووضنا تاني ترجع علينا ووضنا تاني. بقى تقول كانوا لعنة. عزبونا الاعمل دي كلها. ووهو.